طيب بدايةً لما نجي نتكلم عن الإنقسام داخل إسرائيل إحنا عايزين نعرف ماذا يحدث بين الجيش وبين مجموعة بدايةً تحياتي لكم ولفريق العمل ولكل المتابعين يعني هذا الإنقسام نتيجة الفشل والإخفاق دائماً الفشل والإخفاق بيبقى يتيم النجاح هو لليه أكثر من أب ومسؤول وراعي لكن الإخفاق والفشل كله بيتنصل من المسؤولية ودائماً يبقى فيه هذه الحالة من اليوتم لكن فيما يتعلق بالاجتياح البري المتوقع لقطاع غزة ناتنيا هو واضح أنه فيه جبن فيه إحجام لأنه هتبقى الخسائر فادحة والفواتير باهظة هل هو متوقع ولا هو معلن فقط أنه سيتم الاجتياح وهو مرجع لا هو أقوى بين الفينة والأخرى سيتم الاجتياح سيرجأ الاجتياح يومين سيلتقي بجو بايدن حتى يتم الإفراج عن بعض الرهائن كلها حجج لكنه فيه تلكؤ وتخبط وتخوف من ذلك الاجتياح لأنه العناصر عناصر المقاومة عندما هاجمت يعني كانت لها هذه النجاحات فما بالك في موقف الدفاع في موقف الدفاع سيكونوا أقوى وهم متخندقين في أنفاقهم وسيكبدونهم أضرار لقبل لهم بها خاصة أن الجيش الإسرائيلي واضح أنه يعني هو ناجح شاطر في الضربات الجوية في يعني من داخل الدبابات والجدر المحصنة لكن في الالتحام البشري عندما تواجد على أرض المعركة هو بائس أداءه ضعيف أداءه شديد التواضع هذا واضح فيها ذلك التخوف وفي نفس الوقت الجيش الإسرائيلي عايز يقوم يعني يقوم بهذه العملات سريعا حتى يعني يلملم أشلاء ما تبقى له من بقايا الكرامة نعم